اشتركوا في القناة على مستقبل ومصير الصحف القومية. وبالتالي شفنا وقفات احتجاجية كثيرة الفترة اللي فاتت على سلالة من نقابة الصحفيين. نتكلم في الموضوع ده أكتر النهاردة مع أستاذ رفعت فياد. مدير تحرير أخبار اليوم. صباح الخير. صباح الخير. قبل طبعا ما نتكلم عن الصحافة والصحف القومية ورؤوسات تحريرها. خلييني أسأل حراكة الأول. كراءتك إيه للي حصل في مصر. إمبارح. طبعا نحن يعني بنعز أولا أهالي أبنان الشهداء من الضباط والجنود اللي سقطوا صرع لهجوم غادر لعناصر خارجة عن الدين وعلى القانون أصلا. وأعتقد أن هناك إجراءات بتتخذ من لحظتها حتى الآن وفي الفترة القادمة. ويمكن كان زي ما أعلن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إمبارح. إن بدءا من اليوم من اليوم هيتشاف ناس هتشوف رد فعلي مختلف تماما. وإجراءات سريعة جدا. لأولا ضبط الجناه من ناحية. ومن ناحية تانية اتخاذ الإجراءات الفعالة حتى لا يتكرر مع حدث. لكن اللي حصل إمبارح بحجمه وعدد الشهداء اللي سقطوا فيه 16 شهيد من خيرة أبناء مصر. ده يفتح المجال بشكل كبير جدا لعملية إحكام السيطرة على سينة. ومدى قدرة القوات المسلحة بتاعتنا. أو تاحت الفرصة لها أنها تحكم السيطرة عليها أكثر. والمطالبة بضرورة تحديل اتفاقية. كان بديفيد والاتفاق مع إسرائيل والولايات المتحدة في ذلك. خاصة أن نفس نص الاتفاقية أيضا فيه بند بيتيح للدولتين أنها تنظر في إعادة النظر في هذه الاتفاقية كل 15 سنة. ففي هذه الحالة لابد أن نعيد النظر في هذه الاتفاقية. ونزيد من عدد القوات المصرية. سواء القوات الأمنة أو القوات المسلحة في هذه المنطقة. بعد أن تحولت إلى منطقة فيها بؤر إجرامية. وبؤر خارجة على القانون. ومتطرفة الدينية. وده من أخطر ما يمكن. خاصة إذا كانت هذه البؤر على الحدود. سحيح. يعني نرجع لموضوعنا الأساسي. وشوفنا وفاة كثيرة احتجاجية عند نقابة الصحفيين. وهم ضد المعيير الجديدة التي على أساسها يتم اختيار أساءل تحرير. إيه المعيير الحقيقية المفروض يتم على أساسها اختيار أساءل تحرير الصحف القومية؟. شوف أقول حضرتك حاجة قبل ما جاوب على موضوع المعيير الحقيقية. ما نحن نحن ليس ضد المعيير من العكس احنا مع المعيير الموضوعية الشديدة جدا. وسواء في الصحافة أو في أي مكان على مستوى جمهورية مصر العربية إنما عشان السادة المشاهدين يعيشوا معانا المشكلة وأكيد هيؤيدوا توجهنا الصحافة القومية المصرية كانت صحافة خاصة قبل صورة 23 يولي 1952 وكان لأن مقامة الصورة كان عندنا نوعيتين من الصحافة الصحافة خاصة وصحافة حزبية ومع حل الأحزاب بعد قيام صورة 23 يولي 1952 بقيت الصحافة الخاصة في مقدمتها الأهرام وأخبار اليوم ورزال يوسف وهكذا في أوضار الهلال فجاء في 24 مايو 1960 أصدر جبال عبد الناصر قرارا بتأميم الصحف هذه الخاصة لتكون صحف قومية مملوكة للدولة وهذا إشكالية في تبع تبع مين يعني مين اللي يشرف عليها هذه صحف فإذا جعلناها مملوكة ملكية كاملة للدولة معناها أن الدولة هي اللي تعين الصحفيين وتعين رؤساء التحرير وميزانية هذه الصحف تبع من ضمن ميزانية الدولة وإذا كسبت الصحف فالمكسب كله بتاعها يخش خزانة الدولة متحكمة فيها متحكمة فيها تماما هنا مش هتبع صحافة قد ما هتبع كأنها نشرات دعائية لنظام الحكم فحاولوا أن يتجملوا في ذلك الوقت قالوا لأ نجعل نجعل بمع اعتبار أن دي صحافة تمثل سلطة شعبية ومعبرة عن الشعب فمين اللي يمثل الشعب هنا بالاتحاد الاشتراكي باعتباره الحزب الحاكم الوحيد في مصر ويمثل الشعب فجال ويتعاد الاتحاد الاشتراكي عندما توفيها جمال عبد الناصر وجاء أنور السادات وبدأ تجربة المنابر ثم بعد ذلك تجربة الأحزاب المتبدل الآن أصبح عندنا أحزاب متعددة الصحافة كانت تحت امرت حزب واحد يسيطر عليها وتحكم فيه هتبع مين إذا جعلناها تبع حزب مصر قبل ما يتحول إلى الحزب الوطني أصبحت صحافة حزبية فهنا بما أن كل حزب له صحيفته والحزب الوطني في ذلك الوقت أصدر له صحيفة اسمها جريدة مايو فقالوا لا نخلي الصحف تحت سلطة تعبر عن الشعب فاتجه الأمر إلى أن تكون تحت مظلة مجلس الشورى وبالتحديد ما يسمى بالمجلس الأعلى للصحافة فكان هو المنوض به ملكية هذه الصحف هي ملكية شكلية لأن انتهينا إلى أن تكون هذه المؤسسات مؤسسات ذات نظام خاص بمعنى أنها لا هي مملوكة للدولة ملكية كاملة وإلا الدولة التي تصرف عليها والدولة التي تأخذ مكاسبها وهي التي تعين كل المسؤولين فيها ولا هي أقطاع خاص ولا حكومة فسميت مؤسسات قومية ذات نظام خاص نظام خاص أن أرباح تقسم إلى نصفين نصف يخش في تطوير المؤسسة من معدات ومكان وأوراق طباعة وخلافه والنصف الثاني يوزع أرباح على الصحفيين لما في ظل هذا الوضع الدولة حبت أنها تتحكم أو يكون هناك نوع من الرقابة الذاتية على هذه الصحف بدلا من الرقيب الذي كان موجود أيام عبد الناصر في كل صحيفة قومية من دول كان فيه رقيب حتى لو معه مؤهل متواصل بس هو الذي يحدد ما ينشر في الجريدة أو لا ينشر حتى لو كان مقرر رئيس التحرير لكن لما جه الصحافة أصبحت مملوكة لمجلس الشورى قالوا الذي يقوم بالدور بعد إلغاء الرقابة على الصحف الذي يقوم بالدور هو رؤساء التحرير نحن نتحكم في تعيين رؤساء التحرير فرئيس التحرير الذي يبقى ماشي معنا في الركاب ويقوم ويعبر عن النظام وعن القائمين عليه هذا الذي يتم اختياره رئيس التحرير حتى ولو لم يكن على المستوى المهني مستوى جيد فكان الواقع الحقيقي عشان نوصل للمشكلة اللي احنا فيه من يعين رئيس التحرير هو رئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس مجلس الشورى فكان صفوة الشريف وحسن مبارك مع جمال مبارك هم اللي يحددوا رئيس التحرير القادم لكل صحيفة وأيضا رئيس التحرير لكل رئيس مجلس دارة لكل مؤسس صحفي بهذا الشكل كان القرار لا يصدر من رئيس الجمهورية وإلا هيبقى كده بقت صحافة حكومية إنما يصدر باسم المجلس الأعلى للصحافة اللي يعين هو رئيس الدولة ورئيس مجلس الشورى إنما القرار من الناحية الشكلية يطلع باسم المجلس الأعلى للصحافة تبدو الوقت قامت ثورة 25 عشان نيجي لصلب المشكلة اللي احنا فيه قامت ثورة 25 يعني خلينا بالترتيب الصحافة يعني في الفترة اللي فاتت هنقدر نقول نهاية كانت مستقلة نظريا ولكن الدولة كانت بتسيطر عليها بشكل أو بآخر رؤساء التحرير المعينين من قبل النظام بالضبط لأنه هو اللي يحدد إيه اللي يتنشر ما يتنشرش إيه اللي يمنع أو ما يمنعش هو في شكل إنه هو رئيس التحرير وسلطته بعد 25 ينار بعد 25 ينار لاتي أصبح إن فيه إشكالية مختلفة طبعا قبل تكوين مجلس الشورى كان المجلس العسكرة أو الحكومة هي اللي عينت رؤساء التحرير في هذه الفترة لكن عندما تم تكوين مجلس الشورى أصبحنا قدام موقف مختلف تماما ليه؟ لأن أصبح مجلس الشورى النسبة الغالبة فيه تمثل طيار الإسلام السياسي ورئيس المجلس الأعلى للصحافة هو رئيس مجلس الشورى ومن مصلحة مجلس الشورى بهذه التركيبة أن رؤساء التحرير اللي يجوا لا بد أن يكونوا من الحرية والعدالة أو ممثلين من طيار الإسلام السياسي فأرادوا أن يخرجوا هذا الشكل بشكل مقبول لدى المجتمع وقالوا لا إحنا مش هنريضا هيصدر قرار فوقي زي ما كان بيحصل قبل كده وإن مجلس الشورى يعين وده تبقى للقانون ده حقنا لا إحنا هنعمل لجنة ونضع مجموعة من المعايير يتقدم لها الصحفيين الذين يرون في أن هما لديهم المؤهلات أن يتولوا مسؤولية رئاسة التحرير واللجنة دي أن تشكل جزء من الصحفيين تلت صحفين أو أربعة جزء من أسازة الإعلام جزء من عضاء مجلس الشورى وأسازة الاقتصاد والإدارة وخلافه فطبعا كان مهين لنا أن نقدم ملف كده كل واحد بإنجازاته بأرشيفه وخطته وخلافه لأن برضو في اللجنة دي من خلال الورق أنت ما تعرفش جهدي داخل الجورنان أنا بأعمل إيه دي حاجة الحاجة التانية تواطرت لدينا أنباء كثيرة وشبه مؤكدة أن ده من الناحية الشكلية بس بتعمل لكن الأسماء المطلوب أن تتولى إدارة أو رئاسة تحرير خمسة وخمسين مطبوعة في مصر قومية تشمل الصحف اليومية والصحف الإسبوعية والمجلات الإسبوعية معده سلفا من قبل الإخوان المسلمين أو بالتحديد حزب الحرية والعدل وإن ده بس شكلية هو بيتم عشان نقول أنه تم اختيار رؤسات التحرير من خلال هذه المعاية توحرك تدخيل إن ده ممكن يتحقق بالفعل يعني في ظل الهيمنة الإسلامية على مجلس الشوري بالأشكة كل المؤشرات والدليل على ذلك وهل الصحفيين هيتقبلوا هذا الوضع بسهولة لا ما تقبلوهاش حتى رؤساء التحرير جميعا الموجودين حاليا لأن كانت توجه الإطاحة بخمسة وخمسين قيادة من رؤساء التحرير الموجودين حاليا سيتلوها بعد ذلك رئاسة مجلس الإدارة في هذه المؤسسات فرؤساء التحرير رفضوا الحاليين رفضوا أن يتقدموا إلى هذه اللجنة بهذه المعايير الموجودة على أساس أنه معروف أنه أدي جورنانا هو ومعروف إنجازاته فيه ونشاطه فمش معقول أنه يقدم ملف فتم الاتفاق مع رؤساء مجالس إدارات هذه المؤسسات الصحفية أنه هم رؤساء مجالس الإدارات الذين يرشحوا هم رؤساء التحرير الموجودين دول يعني يقدموا أوراق الترشيح رؤساء مجالس الإدارات نيابة عن رؤساء التحرير هؤلاء فجم اللجنة على الواقع استبعدت كل رؤساء التحرير بحجة أنهم مقدموش أرشيفه وكان مطلوب أن اللجنة دي كان اللجنة دي ما بتقراش مقالات رئيس التحرير ولا تعرف أن مدى الإنجاز اللي حققه في هذا الجورنان العائد المادي والارتخاب ومستوى لأي حاجة فتم استبعاد كل رؤساء التحرير من عملية الترش فيه جبهة الكبرى من الصحفين رفضة هذا الشكل مش مش رفضة المعايير قد ما رفضة شكل اللجنة لأن معا احترام مثلا ودليل كده السيد صلاح منتصر راح مستقيل وبعض الآخر استقالوا من اللجنة يعني معا احترام إلى أسازة الإعلام أستاذ الإعلام أستاذ أكاديمي في كليته كيف سيقيمني أنا داخل الجورنان ويعرف الجهد اللي أنا ببزله ولا أن أنا قادر على إدارة الجورنان بتاعه ولا لا هكيف يقيم طبيعة العلاقة بينه وبين زملائي في الجورنان ومدى قدرتي على الإدارة أو قيادة العمل من ناحية المهنية زائد الجزء الخاص بعضاء مجلس الشورى ما هي علاقتهم بتحديد أن سين أوصاد من المتقدمين إحنا تقدمنا مضطرين أنه هو ده الشكل المتاح قدامنا كيف سيقيم المرشح ده أنه هو يصلح أن يكون رئيسا للتحرير وفي هذا التوجه رفض الجمهور الجزء الأكبر منهم هذا الاتجاه مش رفض للمعايير لكن رفضوا أن تستمر الصحافة تحت مظلة أي جهة تابعة للدولة لأن إحنا مع الحرية اللي إحنا ننشدها بعد صورة 25 نناير أن تكون الصحافة القومية صحافة مستقلة معبرة عن الشعب بمعنى أن يكون رئيس مجلس الشورى أو مجلس الشورى معظمه طيار إسلام سياسي ماذا لو تغير الموقف بعد ذلك إذا استمر مجلس الشورى في هيمنته على الصحف القومية ماذا لو تغير تكوين مجلس الشورى بعد أربع سنين مثلا أو في الانتخابات قادمة إذا لم تتم إذا لم تتم حله فجيه طيار مختلف عن طيار الإسلام السياسي شيء طبيعي هو اللي هيكون متحكم في تعيين رؤساء التحرير الجدد وهيجبهم بطيارات مختلفة وبالتالي نبص لقى كل الصحافة القومية عما لا تتلون على حسب تلون مجلس الشورى في تكوين وده مرفوض تماما مصداقية الصحف القومية أمام الرأي العام يجب أن تكون معبرة عن الشعب وليست معبرة عن الحاكم وبما أننا تكلمنا عن المصداقية فبالفعل يبقى فيه تبادل الاتهمات ما بين مجلس الشورى وما بين الصحفيين يعني هنبتدي بالبرلمانيون عموما بيشوفوا أن في لول النظام السابق التبعين يعني طبعا من الصحافة بيقوموا التغيير ومن ناحية التانية الإسلاميين بيردوا عليهم بيقولوا أنا أسفى الصحفيين بيردوا بيقول أن الإسلاميين عايزين يختطفوا الصحف القومية المواطن عادي يشايف أن في كل اتهام فيه جزء من الحقيقة فسنا بمنطق كلمة الفلول دي دي علامة عجز عن التعبير عن منطقية وجهة نظري أمام الرأي العام فما أعجز عن التعبير أو لا أصدل من الفلول يعني إيه من الفلول ده باسم الله ما شاء الله لو هذي الفلول بالقوة دي في المجتمع لا يعني النظام السابق ده لو كان بقوته وله مناصرينه في المجتمع بهذا الشكل عمره ما كان سقط وبعدين مين منا ما ترباش ما تعلمش ما ترباش وتعلم وتخرج واشتغل في ظل النظام السابق وليس كل معنى واحد كان موجود في ظل النظام السابق أنه كان مواليا له أو أنه يكره التغيير وإلا الناس ما كانتش قامت بصور ولو إحنا عايزين بقى نختار قيادات بعيدة عن النظام السابق ولم تتواجد في ظل وجود النظام السابق يبقى هننتظر الأطفال اللي اتولدوا يوم 25 يناير وهما الجيل الجديد ننتظر إن شاء الله 20 سنة عشان نبدأ ناخد النوعية من الناس اتولدت بعد 25 ده منطق مرفوض وبعدين من يتهمون الصحافة وغير الصحافة بأن أصلاً اللي بيرفوضوا التغيير من الفلول معظم طيار الإسلام السياسي موكان موجود في ظل النظام السابق وممكن أتوجه أنه نفس هذا الاتهام ليس بهذا المنطق عالج مشكلة صحافة قومية أريد لها الانطلاق وأريد لها أن تكون معبرة عن الشعب بشكل حقيقي فعلاً وليست مملوكة لأن ما فيش حاجة في العالم في صحافة في العالم تكون تابعة للنظام الهاكم إلا كان في الدول الاشتراكية إنما ده كل الزمن ده عفا عليه يعني الشكل ده عفا عليه الزمن وكل ما نطالب به أن تكون هذه الصحافة مستقلة استقلالاً كاملاً على الدولة استقلالاً كاملاً مين اللي يعين قيادتها ومين اللي يكون مشرف عليها إحنا بنقترح زي ما موجود برا أصلاً وعشان تم الارتقاء بالمستوى الإعلامي زي مثلاً هيئة الإزاعة البريطانية وغمه ملوكة للدولة لكن لها مجلس خاص بيها بيهو اللي بيحدد سياستها وبيتم انتخابه نفس النظام إحنا عايزين مجلس قومي للإعلام الصحفيين ينتخبوه كل أربع سنين مثلاً ولا حاجة ويكون من شيوخ الصحافة أو من أسادة الصحافة وهذا المجلس هو اللي هيكون اعتبر مالك لهذا الصحاف من الناحية الشكلية برضو لأن يجب أن تدير الصحاف نفسها بنفسها يعني ما تكسبه يعود إلى خزانتها وتتحمل مسؤولية إدارتها من ناحية الاقتصادية لأن هناك طرح آخر أن تطرح أسهمها في البورس أنا شخصياً ضد هذا الاتجاه لكن أنا عايز صحافة قومية يديرها أو يشرف عليها وينظمها المجلس القومي للصحافة يتم انتخابه من قبل الصحفين وكل أربع سنين ونفس النظام بالنسبة لإعلام الحكومي مبنى الإزاع والتلفزيون يكون هناك مجلس قومي للإعلام يكون هو المسؤول عن إدارة هذا المكان أو هذه الوسائل يكون مجلس منتخل وإن بارح بالليل كان فيه خبر بيقول أن اللجنة المسؤولة عن اختيار وسائل تحرير ستجمد نشاطها تماماً حتى يعني يهدأ الصحفيون يعني يعني إزعجها زي ما يقول حوالي من حوالي أربعة أيام برضو للتعبير فيه ألف صحف يوقعوا على وسيقة رفعوها إلى مجلس الشورى يرفضوا هذه المعايير وهذه اللجنة بهذا الشكل لأنهم يريدون فعلاً صحافة معبرة عن الناس معبرة عن المجتمع وليست معبرة عن النظام أستاذ رفعت فياد مدير تحرير الأخبار اليوم بشكرك جداً على وجودك معنا شكراً شكراً شاهدين خليكم معنا سنكمل باقي فكراتنا في نهارك سعيد بس بعد الفاصل اشتركوا في القناة